اليوم عنوان الحلقة طبعاً قبل أسلم وعلى كل المحبين اللي على الشات وأسفل لا أستطيع أن أتابعكم اليوم حلقتنا في ذهنك المخادع والدليل العلمي لآليات التفكير النقدي الفصل الثاني والعشرين العلم ووسائل الإعلام والديمقراطية يقول ستيفن نوبيلا كل يوم أقرأ مواضيع علمية تقدم ادعاءات مذهلة بعضها يكون ثقة وبعضها الآخر مشكوك به فعلى سبيل المثال هل تمكن العلم من اختراع علاج Just one minute أبل حكم لأني أعتقد أن هذا هذا رح يسوي لي إشكالية هني خلا أفتح الثاني أخافي ينقطع الكمبيوتر عليه مرة واحدة Just one minute Just one minute طيب يقول كل يوم أقرأ مواضيع علمية تقدم ادعاءات مذهلة بعضها يكون ثقة والبعض الآخر مشكوك بأمره فعلى سبيل المثال يقول هل تمكن مثلا العلم من اختراع علاج يعيد نمو غرف الإصبع مثل ما نشوف بالإنترنت وبالتالي ممكن يعني أن يستخدم في نطاق أوسع من الإصابات الجراحية أو هل وجد باحث بمفردة علاجا لمرض التصلب المتعدد اللي هو multiple sclerosis وهل وجد في زيائيو الفضاء كوكبا شبيها بالأرض في محيط نجمة قريبة مثلا والسؤال الأهم هو كيف ممكن أن نجد المعلومات التي نستطيع أن نثق بها في هذا الكم المهول من المعلومات على الإنترنت لقد ذكرنا بأن دعم النفس بالمبادئ الأساسية لآليات التبكير النقدي هو شيء جيد ومطلوب يعني لحد الآن هذا اللي كنا نناقشه في هذا الكورس لكن كيف يمكننا عمل ذلك بدون التسلح بالحقائق الصحيحة والفهم الجيد لمواضيع معينة يعني إذا إحنا ما عندنا فكرة عن هذا الموضوع خصوصا إذا كان علمي فكيف ممكن أن نأخذ هذه المعلومات كثقة أو لا فهذه الآليات آليات التفكير النقدي وإن جاهدنا على تشغيلها فلن يكون لها ما تعمل من خلاله من معرفة لكن قبل أن ندخل في بعض الأمثلة المعينة لطرح ما نريد قولة بهذا الموضوع دعونا نؤكد على بعض القوانين اللي تكلمنا عنها سابقا لتشغيل آليات النقد لدينا أولا قلنا أن المصدر الوحيد دائما هو مصدر غير مؤكد فقبل القبول باحتمال كون أي معلومة صحيحة قم ببعض المحاولات للتحقيق منها ولا تذق بأي مصدر وحيد على أنه مؤكد وإذا كان بمقدورك البحث عن ما تقوله المصادر الأخرى عن الموضوع ففعل وهذا أمر به بعض التحدي عندما يكون بحثك بالإنترنت وأنت تبحث في الإنترنت هذا في بعض التحدي لأنه بحثك بالإنترنت لأن المصدر الأوحد غالبا ما يكون معاد نشر بصورة تكاد تكون لا نهائية على صفحات كثيرة وعلي يعني واحد يبعث لواحد الثاني يبعث لواحد فأنت تجيك مثلا من عدة أماكن تحسبها أو تنظر لها مثلا تروح عليها بالإنترنت وكذا مواقع وتلقى نفس الموضوع وبنفس الطريقة لكن المصدر يرجع ترجع كلها للمصدر الواحد وعليه مفيد أن تبحث عن المعلومات المتناقضة للموضوع أو حتى عن ما يزعم أنه يتحضى من آراء أي حاول أن تفهم ما يقوله الآخرون في الجهة المقابلة تستطيع أن تبحث على سبيل المثال في موضوع ما بوضع العنوان مع إضافة كلمة احتيال أو شك أو متشكت أو تدليس يعني مثلا مثل المسلمي الإيقور في الصين أو ظلم مسلمي الإيقور في الصين ضع أمامها كلمة الاحتيال في خبر المسلمين في الهند أو مسلمي الإيقور والمعسكرات في الصين فهذه الطريقة بوضع العنوان في الجوجل قد تأخذك إلى أشخاص يضحضون الرأي الأولاني اللي أنت قاعد يجي لك من كذبك وهذه الطريقة ممكن أن تكون مفيدة جدا لكي تحصل على الأراء المختلفة لتلك المواضيع ليس لتأخذ بها لكن ابحث فيما يقول الطرفين قبل أن تقرر من لديه حجة أقوى فمن السهل جدا أن تقتنع بالحجة عندما يعرض عليك الموضوع فقط من طرف واحد وطبعا من المهم أن تضع بعين الاحتبار جودة كل مصدر فهناك عديد من المواقع التي تقوم بالمراجعات على مدى جودة المعلومات على الإنترنت وهذا الخدمة موجودة على الإنترنت فعلى سبيل المثال هناك مسح تم بعام 2010 من قبل وجد به بأن نسبة الصحة بالمعلومات لهذه المواقع على الإنترنت تتراوح بين 46% و61% كحد أعلى يعني حتى أفضل المواقع لا تخلو من مشاكل كبيرة في مدى صحة المعلومات فيها وكذلك لا تنسى أن تضع بعين الاحتبار بأن المواقع الأكاذيمية وغير الربحية بصورة هامة بها معلومات أكثر صحة من تلك التجارية أو المواقع الفردية يعني المدونات وغيرها أي بصورة عامة لا اتفق بالمواقع التي تريد أن تبيعك بضاعة ما أو لها انحياس سياسي أو أجندة أيديولوجية بعدين كلما كان الموضوع مثير أكثر للجدل كلما كان الاحتمال أكبر بأن تكون المعلومات أكثر انحرافاً وانحيازاً بصورة ما في هذه الحالة بالذات من المهم أن تعمل المسح على عدد من المصادر لتحصل على الصورة الأوسع أو لكي ترى الموضوع من جميع الجهات فبعض المواضيع تكون بصورة عامة مثيرة للجدل حتى بين الخبراء والبختصين انفسهم فعلى سبيل المثال يختلف العلماء في اعتبار كون اللجوء للوقود الحيوي استراتيجية جيدة للاستقلالية بالحصول على الطاقة والتحييد الاحتباس الحراري اللي هو Green House Gases والذي هو نتاج الوقود العروي يعني يقولون لك أن الوقود الحيوي واللي هو كل ما متوفر لدينا بسهولة ولا يحتاج للتنقيب وغيره هي أفضل لو استخدمناها من الوقود اللي يحتاج مثل البترول وغيرها اللي يحتاج للتنقيب أو الفحم مثلاً وغيرها لأن هذا يساعد على التحييد من الاحتباس الحراري وذلك وليش الاختلاف؟ لأن هذه المواد وخصوصاً الإثانول الكحول عند استخدامه سيكون ناتج الطاقة المستخرجة إما أكبر مما وضعت بالعملية من طاقة أو أقل احتماداً على الدقة في قيامك بالعملية الرياضية يعني لحد الآن في كل التجارب بعضهم يعتمد على كيفية طريقة الحساب علشان يطلع هل يعني it's effective أنه بالفعل قاعد تطلع طاقة أكثر مما قاعد تحط فيه أو أقل هنا العلماء أو المختصين نفسهم لازالوا مختلفين فهذه مثلاً مسألة ما تقدر تقرر فيها لأنها تتركها للخبراء بالإضافة لذلك فيوجد بالساحة الكثير مما يسمى بالmanufactured controversy مخلوطين أثنين هم مندمجين بكلمة واحدة تسمى manufactroversy أو الاختلافات المفبركة وهذه تكون هذه الأمور التي لا يوجد خلاف فعلي عليها بين العلماء والخبراء لكنها تطرح بطريقة الصحافة لتجعلها تبدو وكأنها موضع خلاف العلماء لأغراض منحازة أيديولوجياً أو فكرياً أو قصديًا أو اقتصاديًا أو ربحياً والأمثلة عديدة على ذلك أحده هو قصة كون الأمصال غير آمنة للاستهلاك البشري طلعت قصة أن المصل اللي تاخده لبعض الأمراض للمقايم بعض الأمراض هي غير آمنة للاستهلاك البشري فالخبراء يتفقون بصورة كبيرة على كون الأمصال ليس فقط آمنة بل هي أيضاً مؤثرة لكن هناك أصوات نشطة وعالية الصدى تعمل على التخويف من استخدام الأمصال بخلق كمية مهولة من المعلومات على الإنترنت لعرض عكس ما يقره المختصين ومثال آخر نجده في جدلية التغيير المناخي أو التغير المناخي فهل كوكبنا يزداد حرارة بالفعل؟ وهل العامل البشري بالفعل يشترك في زيادة سرعة هذه الحرارة بصورة كبيرة؟ المجتمع العلمي يقرب بذلك وبأغلبية كبيرة لكن هذه النسبة غير منعكسة بالمناظرات العامة التي تقام على الساحة في هذا الموضوع لنرجع الآن لموضوع المنظومة المعرفية وخصوصاً العلمية منها الكثير من الناس يحصلون على الأخبار العلمية من وسائل الأعلام العامة سواء على الإنترنت أو من خلال الوسائل الأكثر تقليدية من مثل التلفزيون أو الجرائد ولذا فمن المهم جداً أن يكون لديك تفاهم عملي وحس علمي لقوة أو ضعف الطريقة التي تعرض وسائل الأعلام بها الأخبار العلمية فجودة المعلومات اليوم على الساحة متفاوتة بصورة كبيرة كما أن الخلفيات العلمية وقدرات الإعلاميين والمحررين في توصيل المعلومة العلمية هي الأخرى متفاوتة وكذلك ليس كل العلماء يعرفون كيف يتواصلون مع وسائل الأعلام أو حتى كيف يجعلونها أكثر شعبية وقد يشاركون في نشر المعلومات الخاطئة دون أن ينتبهوا لذلك وهذه بعض الأمثلة على التقارير العلمية المعروضة بصورة سيئة على الساحة والتي يقوم المؤلف باستخدامها لشرح المآزق المختلفة التي يقع بها المحررون للمادة العلمية عند قيامهم بعمل التقارير المثال الأول نجده بمجلة التليغراف لقصة معنونة بالبنط العريض بهذا العنوان فيكسي دست أو غبار الفكسي يساعد على نمو أصابع جديدة تحت هذا العنوان قمت أغلب الشبكات الأخبارية الكبرى بنقل الخبر بأن شخص باسم سبيباك سبيباك قام بالخطأ بقطع طرف من أصبعه وبنفس الوقت توصل أخاه والذي لديه شركة تقوم بالأبحاث العلمية إلى اختراع بودرة مصنوعة من مثانة الخنزير تعمل على إعادة تكوين النسيج الإضوي فقام باستخدامها على أصبع أخي وسماها بودرة البكسي أو البودرة السحرية وذلك لأنها حسب إدعاء سبيباك جعل الطرف أصبع أخاه المقطوع ينمو من جديد هذه الطريقة في نشر العلوم كما أسلفنا سابقاً هو ما نسميه علوم السبق الصحفي وليس علماً حقيقياً وذلك لأنه يجعل من أي إدعاء ولمجرد كونه نشر على العموم فهو صار علماً لهم مع انخفاض الإرادات على الصحافة التقليدية اضطرت الكثير من المواقع الأخبارية الجديدة أن تقلص من ميزانياتها والكثير منها قللت أو ألغت قطاعات تعمل بتحليل الأخبار العلمية للتأكد من مدى صحتها فصار الصحفي بالأمور العامة والمحرر هما من يقومان بعمل التغطية الأخبارية على كل شيء بما في ذلك المواضيع العلمية وللأسف يقوم الكثيرين منهم بإعادة النشر لبعض علوم السبق الصحفي مع عمل بعض التعديلات الطفيفة عليها أو حتى كما هي copy-paste بالطبع ليس كل المواقع الأخبارية الجيدة من مثل The New York Times مثلاً تقبل أن تنشر علوم السبق الصحفي كخبر علمي موثق لكن الكثير من المواقع الأخرى تفعل فهؤلاء غالباً لا يقومون بعمل التحري بصورة منفردة عن مدى صحة المعلومات ويتسارعون في قبول علوم السبق الصحفي كما هو وهذا يخلق العديد من المشاكل فحتى الجامعات المحترمة بها مكاتب أخبارية تخطئ المسار في محاولة منها أن تسلط الضوء على قصة جديدة مثيرة لكي تبرز مؤسساتها أو جامعاتها بالقنوات الأخبارية فتخلق علوم بالسبق الصحفي وعادة ما يكون الباحثون في هذه المؤسسات أما لهم مدخلات بسيطة على القصة أو لا شأن لهم بالمرة بالخبر المطلوح ولا بعلوم السبق الصحفي الصادر من هذه المكاتب وما هو أسوأ من ذلك كله أن بعض الشركات تقوم باستغلال علوم السبق الصحفي بالأساس لكي تسوق لبضاعتها أو لكي تلفت الانتباه للشركة وتجذب المستثمرين وهذا ما حدث في قصة سبيباك فأخو سبيباك قام بفبركة قصة إعادة الإصبع لأخيه لأنه كان يحاول أن يسلط الضوء على شركته وعلى إنتاجه الجديد وأما القصة فهي تكاد تكون وبرمتها كذبة فسبيباك كان بالفعل قد جرح أصبعه لكنه لم يتقد أي مفصل وأرجعه كما توحي القصة وكل ما حدث كان مجرد جرح شفى بصورة طبيعية ففي بعض الأحيان يقوم طرف الأصبع وخصوصا إن كان القطع صغير بالنمو من جديد من نفسه لكن ما تم عرضه على الجمهور مختلف تماما فالخبر يوحي بأنه أصبح سبيباك بأكمله نما بعد أن قطعه ومن البداية كان واضح من طريقة العرض والحملات اللاحقة بأنه وبالأساس كان الخبر ملوث بالأجندات الشخصية والتسويقية ولكن مع ذلك فالكثير من المواقع الأخبارية لم تهتم بالواقع بمدى صحة هذه القصة أو خطاها فطالما لديهم مصدر يرجعون له فهم مستعدين لإعادة نشر أي قصة مثيرة وهذه القصة كانت بالفعل مثيرة من القصص المثيرة الأخرى التي كان من المفروض أن ترفع من درجات الشكل لدينا بصحتها حال انتشار القبر هو قصة الدكتور فاولو زامبوني زامبوني هو طبيب إيطالي متخصص في جراحة الشرايين هذا الدكتور ادعى بأنه اكتشف سبب حدوث مرض التصلب المتعدد اللي هو Multiple Sclerosis أو راح أسميه MS من الآن ولاحقا حتى لا أعيد وأن هذا الدكتور وبصورة فردية وجد العلاج لهذا المرض التصلب المتعدد أو MS هو مرض خطير يصيب الجهاز المناعي ويسبب الالتهابات وتلف الأحصاب فالجهاز المناعي يقوم بالهجوم على الدماغ والعمود الفقري مسببا عددا كبير من التلف العصبي زامبوني ادعى أن سبب هذا المرض هو حالة سماها CCSVI Chronic Serospinal Venous Insufficiency بالعربية قصور الأوردة الدماغية المزمن وهي حالة تحدث عند حدود انسداد جزئي بالأوردة التي تعمل على صرف الدم من الدماغ ثم أضاف زامبوني بأنه يستطيع أن يعالج الـ MS عن طريق تسليك هذا الانسداد باستخدام طريقة Venous Angioplasty and Stinting أوراق بالأوردة وإدخال دعامات من مثل تمرير البالون في الوريد ونفخه ليفتح ويزيل هذا الانسداد وهذا بالطبع أثار المجتمع العلمي من المختصين الباحثين في الـ MS وكذلك الإعلام بكل أنحاء العالم والتي تسارعت بدورها في التسابق بالإعلان عن كيف قام هذا المتمرد على المجتمع العلمي الذي تمكنه بصورة فردية من تحدي الدقمائية العلمية التي صاحبت الـ MS أو Multiple Sclerosis لمدة عقود طريقة طرح هذه القصة بهذه الصورة بها عدة مشاكل فكثير من الصحفيين يخطؤون عندما لا يفرقون بين مرجعية فرد واحد ومرجعية المجتمع العلمي بأكمله فمهما كتب هؤلاء الأفراد من الرسائل العلمية فستظل آراءهم آراء فردية وهو ممكن أن ينطلل الأمر علينا كعامة الشعب لكن الصحفيين يختلفون عنه وذلك لأن لديهم الخبير والخبير هو الشخص الذي من المفروض أن يعرف الإجابة على أي أسئلة عن المواضيع التي يطرحونها ويعلنوها كرأي لذاك الخبير وهذه هي مرجعيتهم في كل المواضيع وهذا أمر جيد لكنه غالباً ما يستغل رأي الخبير لتبرير أو لعمل سبق صحفي لإدعاء مثير لمشاعر العلمة فمن أسهولة بمكان أن تجد الخبير الذي سيقول رأياً ومن ثم يصبح قوله مرجعية جيدة للأعلام لكن المشكلة هي أنه بإمكانك أن تجد الخبير الذي سيقول أي شيء تقريباً وبأي موضوع وهذا لا يعني أنه يعبر عن الإجماع بالرأي في المجتمع العلمي والصحفي الجيد هو الذي يقوم بوضع أي آراء فردية في موقعها المناسب الصحافة أيضاً تفضل القصص التي تصدر من المتمردين الباحثين الفرديين الذين يخرجون على الاعتقادات التقليدية فهذه القصص السردية لها صدى بالأخص في ثقافاتنا التي تقدر البطولات الفردية أحياناً يكون ما ادعاه المتمرد صحيحاً وهذا صحيح لكن غالباً ما تكون تخميناتهم لم يتم عليها أبحاث استدراجية تأكيدية كما هي طبيعة الأبحاث العلمية بصورة عامة وهذا يقودنا إلى خطأ شائع آخر وهو الخلط بين الأبحاث الاستكشافية الأولية والأبحاث التأكيدية التالية فأغلب الأبحاث الاستكشافية تنتهي بكونها خطأ على المدمدة البعيد لكن وسائل الأعلام ليس لديها الصبر الكافي فتقوم بإغراق العامة بسلسلة غير متناهية من الأبحاث العلمية الأولية دون أن تضع بعين الاعتبار ما يترتب عليها من مراجعات بحثية لاحقة ومؤكدة بأن الاكتشافات الأولية تبين أنها كانت على خطأ كثير من التقارير الصحفية العلمية توصف بكونها غير ناضجة أو تقارير خدج بالضبط كالطفل الذي يولد قبل أوانه فعلى سبيل المثال قد نسمع بأن نوع معين من الطعام هو جيد للاستهلاك البشري وبعد سنة نسمع بأنه خطر على الصحة فكم من المرات سمعنا بأن شرب النبيض يوميا مثلا يمنع السكتة القلبية وبعد ذلك تصلنا أخبار تقول بأن شرب النبيض يوميا يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية ولا تقف هذه القصة عند هذا الحد بل تذهب يمينا وشمالا مع كل قصة يتم عرضها بصورة منفردة دون أن توضع في سياقها الصحيح وهي بالأساس جميعها دراسات أولية ولا يمكننا الاعتماد عليها كخبر مؤكد بل يجب أن توضع في منظورها الصحيح بين مئات الدراسات الأخرى التي تمت عليها وهذا هو النوع الصحيح من المنهاج الصحفي العلمي الذي نحتاج إليه لكن عندما لا يكون ذلك متوفراً فنحن وبكل بساطة يتم إعطاؤنا مقتطفات من المعلومات التي تبدو غالباً بأنها تناقل بعضها ولا نستطيع بالعموم أن نرسي على أحدها ففي قصة زامبوني هناك الكثير من الدراسات والتجارب والمراجعات على ادعاءه لكن لم يتضم التطرق لأي منها من قبل الصحافة وأغلب هذه الدراسات لم تجد ما يدعم ادعاء زامبوني ولم ترى أي جهة منها أي علاقة وبنفس الدرجة التي وجدها هو بين انسداد الأوردة والأم أس فبعض الدراسات لاحظت بعض الترابط البسيط والأخرى لم تجد أي علاقة بتاتاً فدائماً ما يكون تسدد الأوردة موجود بين مرضى يشتكون من أمراض عصبية أخرى أو حتى بين أشخاء أصحاء تم استخدامهم في التجربة كالكنترول أو كمصرة القياس للسيطرة على مسار التجربة وبنفس الوقت يوجد الكثيرين من مرضى الأم أس من من لا يوجد لديهم أي انسدادات ولذا فالاستنتاج بوجود علاقة سببية بين انسداد الأوردة والأم أس وبكل الأبحاث اللاحقة تشير بأنه يسير في جهة بعيدة عن ادعاء زامبون ليس ذلك وحسب بل ومن الطرف الآخر تتراكم يومياً الأدلة على إجماع بكون أن الأم أس هو مرض الجهابي له أساس جيني في الواقع هناك أبحاث على مر عقود من الزمن من التي تبين بأن الأم أس مرض بالجهاز المناعي وهذا بالطبع كان سبب التشكك الأولي ضد ادعاء زامبوني من قبل الجمعيات الباحثة في علوم الأحصاب يعني ليس كما أشاعل بعض بكون المجتمع العلمي مجتمع متحيز للنخبة المختارة وتطرد كل باحثة جديد فإن كان ادعاء زامبوني صحيحاً بالفعل فهذا يعني بأنه لدينا أبحاث منذ عقود ما هي إلا دراسات مضللة أو خاطئة ولذا فالدراسة الابتدائية الوحيدة لزامبوني هي من تحدث مجاميع من الأبحاث والبيانات التي تعطي صورة مغايرة عن مرض التصلب المتعدد لكن لسوء الحظ هذا المرض كان قد خرج من القبقب فإعطاء الناس الأمل بعلاج مجدي لمرض التصلب كمثل المرض التصلب المتعدد جعل بعض الجمعيات المهتمة بالمرض تعمل حملات إعلامية مساندة لزامبوني على الرغم من ظهور الأدلة التي تنفي صحة ادعاء والبعض حتى طالب برفع مرافعات كلينيكية وهذا يبدو عمل غير ناضج مع وجود كل هذا الكم من الأدلة الناقية له حتى لا يعني مؤكد سيخسر بالمراضعة البعض حتى ادعى بأنه توجد مؤامرة كبرى على زامبوني مشترك بها جميع علماء الأعصاب أو مختصي مرض التصلب المتعدد من الذين لا يريدون أن يقال لهم من قبل هذا الغريب عن مجتمعهم أو نخبتهم العلمية والذي هو ليس إلا جراح أوردة تسلق على سلم الشهرة فجأة عندما أوقف تخبطهم وبين لهم الأسباب الحقيقية للأمس وكما أسلفنا في محاضرة المؤامرة الكبرى فلا أسهل من أن تتعذر بوجود مؤامرة كبرى عندما لا تساندك الأدلة ولكي لا تطالب بشرح سبب عدم وجود هذه الأدلة وبالنهاية الكثير من الوقت والجهد سيهدر في موضوع أكبر الاحتمالات تقول بأنه سائر في طريق مسدود وهذه الحالة ازدادت سوءا مع الزمن من قبل الإعلام وعلوم السبق الصحفي غير الناضج وهذا هو الجزء السيء من رفاهية الحصول المجاني على المعلومة والذي هو سيف ذو حدين تقليدياً كانت منشورات الأدب العلمي تتعامل مع هذه المواضيع بعد اجتماعات وتجارب وبين الخبراء قبل أن يعلم بها العامة ومناظرات قبل أن يعلم بها العامة بوقت كبير الآن العامة صاروا بالأساس موجودين بالمقاعد الأمامية ويستطيعون أن يروا كيف تتم الطبقة ويرون المناظرات العلمية بوقت حصولها عفواً وقد تعتقد بأن هذا الشيء هو أمر جيد يسمح لمسائف كبيرة من الشفافية ويساعد العامة في فهم العمليات العلمية وهذا أمر لا يختلف عليه إثنان لكنه بنفس الوقت يسبب مخاطرة كبيرة فالعامة قد لا يكونوا مهيئين لفهم كيف يعمل النهج العلمي فإن تم تضليلهم من قبل الإعلام الذي يريد عمل علوم السبق الصحفي بنشر العناوين المثيرة الرنانة دون عمل التحر المناسب عن خلفية القبر لوضعه بالسياق الصحيح فالعامة سيتم تضليلهم بأنه لدينا علاج مثلاً يبشر بالخير لمرض الأم إس لكن بسبب مؤامرة حق بالخطاء يتم إستات وخنق المعلومات عنهم بدل من أن يتم تفقيفهم بأن هذه فقط واحدة أخرى من الإدعاءات الأولية التي لا يوجد عليها حتى الآن أي تأكيد نهائي فهذه النوعية من الإدعاءات التي تدغضغ مشاعر العامة وتعطيها الوعود بوجود علاج جديد لمرض خطير كمرض الأم إس في الواقع ليس جديد علينا كبشر فبقي كل كم سنة أو كل عقد من السنين نفاجئ بإدعاء ما يظهر بالأفق ولا ينتهي اللغض حوله أو على الأقل لم ينتهي اللغض حول هذه القصة قصة الأم إس أقصد حتى الآن ولا يهم إن كانت الأدلة تشير جميعها وبإزدياد مع مرور الوقت بأن القابلية للإصابة بهذا المرض الخاص بالجهاز المناعي الذاتي له جذور جينية وأنه هو سبب الإصابة بمرض التصلب المتعدد فالناس لن تسمع وهذا يؤكد بالنهاية بأن الضرر سيكون أكثر من المنفعة عندما يكون الإعلان عن الخبر العلمي بصورة غير ملائمة لحقيقة ما تم به من جدل علمي بين الأطراف المعنية أو المختصين بشأنه ويعتقد المؤلف شخصياً بأن وجود العامة على المواقع الأمامية للأخبار والمعلومات هو ممكن أن يكون أمر جيد على المدى البعيد على شرط أن يزداد العامة ثقافة عن طبيعة العمليات العلمية الفوضوية science is messy يعني ليس له نظامية بالحدوث وبالذات مع طبيعة الأبحاث الاستكشافية الأولية ومقامها المناسب بين الأبحاث العلمية بصورة عامة وبمعنى آخر لا بد أن يظل الفرد متشككاً بالأفكار العلمية الجديدة التي تلقى يومياً بوجهه إلى أن يتم طحنها في طحانة الطحانة الخاصة بالأبحاث التالية ومراجعات الأقرام وإعادة التجارب وهكذا فأغلب الأفكار العلمية الجديدة تسقط بالاختبار ويتبين بالمدى البعيد أنها كانت خاطئة وأن القليل جداً منها يتحمل اختبار الزمن ولذا فالعامة عليها أن تتعلم الصبر والتشكيك الصحي عندما يكون الأمر متعلقاً بالأفكار أو الادعاءات العلمية الجديدة فعادة هذه الأمور تأخذ وقتاً قد يستغرق 10 أو 15 أو حتى 20 سنة لفكرة جديدة لم تتبلور وخصوصاً بالعلوم الطبية وذلك لكي يتمر بعملية بحثية طويلة ومضنية قبل أن نعرف بالفعل هل هو علاج ناجح أم لا وبعض الأفكار تموت بعد وقت قليل وذلك ببساطة لأنها لا تعطي نفس النتائج عند إعادة التجربة لكن إن تم الإعلام عن النتائج الأولية بدون وضعها بالسياق الصحيح ثم يسكت عنها بعد ذلك فهذا قد يجعل البعض يتساءل ألم يكن هناك علاج للأمس؟ ألم يكن هناك شيء عن فتح انسدادات الأوردة؟ لكن القليل منهم ممن سيهتم بالمتابعة فالعناوين المثيرة لا تغيب عن أدهاننا بسهولة وهي تحوز على انتباهنا أكثر من المتابعة اللاحقة والتي لا تكون عملية مثيرة بنفس القدر هذا على الرغم من أن المجتمع العلمي يعمل العكس أن يجد المتابعة أكثر أهمية وذلك لأن هذا هو الاختبار الحقيقي للفكرة الصحفيين أيضا قد يقعون في مصيدة تعرف باسم الاتزان الخاطئ وهذه مشكلة مزمنة أخرى تحدث عند نشر الكثير من القصص أو الأخبار العلمية وبالأخص في المواضيع التي تكون موضع جدال فممارسة الصحافة النموذجية تتطلب أن يتم تغطية الخبر من الجهتين المتضادين بالرأي بصورة متساوية وهذا منطقي عندما يكون الموضوع متعلقا بالسياسة أو بالأمور التي يكون الرأي فيه هو المطلوب أو أنها مجرد آراء وليست حقائق علمية فلن يتم تغطية قصة سياسية على سبيل المثال إلا إذا تم تغطية طرفيه النقيض بصورة عادلة وذلك لمعرفة القصة من جميع الأوجه لكن هذه الاستراتيجية لا تنطبق على الأخبار العلمية وذلك لكون الأخبار العلمية حتى تلك التي عليها جدل كبير هذا ثم تكون غير متوازنة من حيث التغطية فقد يكون 95% من المجتمع العلمي في أحد طرفي الجدال وخمسة في المئة من الطرف الآخر أكوان أجد عاجل يقومون بتغطية القصة وكأنها أطرار متساوية وهي حتى تزداد سوءا في بعض الأحيان فعلى سبيل المثال يقوم المحرر بتقديم تقرير عن ادعاء غير تقليدي متير من قبل باحث منفرد أو عالم أو حتى شخص ليس له خلفية علمية أي قد يكون شخص لديه قصة متيرة لكن الاحتمال كبير بأن تكون غير صحيحة لكن ذلك لا يهم فالمحررين سيقومون بموازنة ادعاء هذا الشخص الواحد وادعاءه غير التقليدي مع المجتمع العلمي بأكمله والذي قد يكون لديه صورة مغايرة تماما عن الموضوع ويعرضون القصة وكأنهم غطوا طرفين نقيض باتزاره ليس ذلك وحسب بل أحيانا حتى يذكر الإعلاميون الرأي العلمي الجماعي بصورة عابرة في نهاية الخبر هذا مع العلم بأن من صميم عمل الصحافة هو أن تشكك بأي ذكر عابر في التصاريح الأخبارية وتشك بالخبر عندما يتم تغطية القصة برمتها تقريبا من طرف الفرد الذي يدعي أمور مشكوك بأمرها وغير تقليدية ومخالفة لرأي المجتمع العلمي المبني على جبال من الأدلة المخالفة له فوظيفة العلم والبحث العلمي بالنهاية هو التحقيق من الإدعاءات المغيرة والقابلة للاختبار ومع ذلك يتم إعطاء الاجتماع العلمي ذكر عابر في نهاية القصة وواضح أن ما يفعله الإعلاميون هو فقط ليبرئوا الذمة في أنهم عملوا التوازن المطلوب وغالبا ما لا يكون هناك توازن في الجدليات العامة لبعض المواضيع كما ذكرنا على سبيل المثال هناك عدد قليل من الناس الذين يعتقدون بأن الأرض في حالة نمو من خلال اكتساب المادة على مر الأزمنة التاريخية ويعللون ذلك بشكل خريطة القارات التي تبدو اليابسة وكأنها قطع يعني لما تشوف القارات تراها كقطع من الجيكسو بوزل تدخل في بعضها البعض من الأطراف خصوصاً يعني من الأطراف اللي اللاين الموجوء البحرية تحطهم من بعض تشوفهم يتداخلون في بعض مثل أثريقيا وأمريكا الجنوبية مثلاً فيقولون هم هكذا لأنهم أصلاً كانوا يعني صغيرة كانت فقط أرض وبعدين اكتسبت المادة وكبرت فأصبحت ما هي عليه ولا يقبلون بأن السبب في كون الأرض تبدو هكذا هو تحرك الصفائح التكتونية تحت القشر الأرضية بل يصرون بأنه في مرة ما بالأزمنة التاريخية كان حجم الأرض لا يزيد عن حجم القارات الملتصقة ببعضها البعض ثم تكسرت هذه الكتلة بنمؤ المادة وعندما يتم تغطية أخبار كهذا يقوم الصحفيون وبأحسن الأحوال بالجهد اللازم لتغطيته بصورة متوازنة فتجد خبير واحد يقوم بعرض نظرية الأرض النامية ومن طرف الثاني يأتون بأحد العلماء التقليديين الذي يعبع عن رأي ما يعتقده 99.9% من المجتمع العلمي وهذا بالنسبة لهم هو توازن لطرح الموضوع من الطرفين مع أنه بالواقع ليس كذلك فبمجرد أرض القصة وكأنها متساوية على طرفين نقيض يعني شخص مقابل شخص فهذا سيعطي انطباع خاطئ للعامة لكونها ترفع من شأن الإدعاء المزعوم وتجعله يبدو وكأنه فكرة علمية مشروعة وهكذا فالمتلقي يتم تلقينه المعلومات المضللة والانطباع الخاطئ عن الموضوع العلمي لهذه الفكرة أول لهذا الإدعاء هناك مثال آخر على الممارسة الصحفية السيئة شاهدناه عندما قام بعض الصحفيين بكتابة التقاريد عن تجربة علمية باسم أوبيرا أوبيرا اللي هي بالستانس فور Oscillation Project with Emulsion Tracking Apparatus أو P-E-R-A أوبيرا وهذه التجربة تمت تحت الأرض على عمق عدة مئات من الأمتار في مختبر Grand Sassu National Laboratory بإيطاليا في هذه التجربة قام الباحثون بقياس سرعة النيترينو والذي هو نوع خاص من الجزيئات الأولية للمادة كتلتها جدا صغيرة وتتفاعل فقط بصورة ضعيفة جدا مع المواد الأخرى المهم هي عندما قاشوا سرعة هذا الجزيئ الصغير وجدوه أكبر من سرعة الضوء فقامت القيامة ولم تقعد لأن هذا بالطبع يفطأ نظرية أينشتاين الخاصة بالنسبية الخاصة وبالطبع إن كنت ترغب في الحصول على عنوان مثير بالصحافة فلن يكون هناك أفضل من أن تثبت بأن أينشتاين كان على خطأ وهذا أمر شرعي ولا غبار عليه حتى لو كانت تصاحب القصة الإثارة لكن على شرط أن يكون الإدعاء صحيح وليس خبر غير مؤكد ما حصل هو أن هذه القياسات كانت أولية فإحتمال كونها خاطئة لسبب أو آخر كان كبير للغاية بل حتى الباحثين الذين حصلوا على هذه النتائج بأنفسهم تشككوا فيها وقالوا بإحتمال كونها خاطئة فالنيوترينو كانت سرعته أكبر من سرعة الضوء بمقدار ستين نانو ثانية أي ستين ضرب عشرة أس ناقص تسعة أو ستين بليون من الثانية الواحدة وهذه قيمة جدا صغيرة بالقياس وممكن أن تحدث بالخطأ وهذا عدى عن آراء عديدة لعلماء كثيرين في الاحتمالات العديدة الأخرى للوقوع بالخطأ لكن خلال الشهور الأولى من متابعة الخبر والذي لم يكن عندها لدى المجتمع العلمي أي إجابات مؤكدة قامت وسائل الإعلام بعرضها وكأنها لغز علمي شرعي هذا مع العلم بأن نفس وسائل الإعلام لم تقم بعرض الصورة الحقيقية للنبأ لاحقا وبنفس الحماس الذي رافق تقريرها السابق ولا حتى قامت بالاعتراف بكون المعلومة كانت من النتائج الأولية وأنه بعد ذلك تأكدوا أنها كانت نتائج خاطئة مثال آخر على القصص التي تظهر في كثير من الأحيان بالإعلام بصورتها الاتدائية هو انتشار خبر اكتشاف كواكب تشبه كوكب الأرض والتي كما يقول المؤلف يبدو أننا نقرأ عنها بمعدل مرة تقريبا كل شهرين في عالم الأسترونومي أو فيزياء الفضاء يقوم العلماء بالبحث عن كواكب جديدة أو الإكسو بلانت وتدوين مواسطاتها طوال الوقت يعني هذا شغلهم والكثير من هذه الكواكب يكون لها مواسطات جديدة من التي لم يتم اكتشافها من قبل لكن الجاكبوت أو ورقة المليون من الإكسو بلانت يكون عندما يجدون كواكب في نفس مواسطات الأرض تماما فقد يكون عليه حياة معقدة كما هو الواضح بالأرض لكن وحتى هذه اللحظة وكل التقارير العلمية الصادرة من هذه الجهات تقول بأن اكتشاف كواكب تشبه كوكب الأرض لا زال في مراحله الابتدائية فهذه الكواكب تشبه الأرض بصورة ما وليس بالضبط فهي قد تكون أقرب مثلاً بالحجم للأرض أو بالكتلة مما كان الجميع ما تم اكتشافه من قبل من كواكب جديدة أو قد تكون بالمجال المناسب أو اللي يسمونه القولدي لاك زون من حيث بعدها عن نجم كالشمس بحيث تسمح للمياه مثلاً بالبهور عليها لكننا وحتى الآن لم نكتشف ما يشبه الأرض تماماً فقد يكونوا على سبيل المثال قريبين جداً من نجومهم أو لهم نظام محكم بحيث يكون طرف واحد من الكوكب يواجه شمسه أو النجمة بصورة دائمة ولم نجد بأي منها ما على السطح أو غلاف جوي كغلاف الأرض أو جاذبية موافلة للجاذبية الثلاث وهذا لا يعني أننا لن نجد من مثل هذا الكوكب بل العكس صحيح لأن احتمال أن توجد كواكب مثل كوكبنا كبير جداً لكن يعني حتى الآن أنه حتى الآن جميع التقارير العلمية أن هذه الاكتشافات لا زالت في بدايتها ومع ذلك صارت أشهر من النار على العلم ما تطبقنا إلهي بهذه المحاضرة كان مصباً على الصحافة العلمية لكن التفكير النقدي لا يعني فقط بالعلوم في الواقع كلما كان الخبد وحس سياسي أو عاطفي أكثر كلما زادت الحاجة لدينا لتشغيل التفكير النقدي لكن التفكير النقدي بدون التسلح ببعض الأساسيات بالعلوم لن يكون ذو فعالية وهذا ما سنرجع له لاحقاً أما الآن فهذا السؤال يطرح نفسه على الساحة ما هي العلاقة بين السياسة والعلم والأخلاقيات وبقية النظم التقييمية الأخرى؟ هناك آراء متباينة كثيرة عن هذا الموضوع فسام هارس على سبير المثال كتب عن هذا الموضوع قائلاً بأنه بالنهاية ممكن أن نحصل على نظام أخلاقي مستند كلياً وبالتمام والكمال على أرضية علمية ويقول دكتور نوفيلا بأنه وغيره يختلفون مع هذا الرأي بدرجة ما وذلك لكون الأخلاق بالنهاية هو موضوع فلسفي وليس علمي والموقف الذي يجد المؤلف عليه تأييد كبير من قبر المثقفين هو كالتالي العلم بالتأكيد يستطيع أن يزودنا بمعلومات عن المواضيع الأخلاقية والسياسية وكيفية التفكير بهذه المواضيع وكيفية التعامل معها وما هي التراتبيات التي تنتج عن هذه النظم الأخلاقية لكن هناك دائماً بعض الأحكام الأخلاقية القيمية الذاتية في كل هذا الخليط فالعلم لا يمكنه أن يقوم عنا بأخذ القرارات الأخلاقية بل نحب من يقرر فعل ذلك بالنهاية نرجع للتعليم في التعليم العلمي أيضاً موضوع آخر له أهمية كبيرة في أي نظام ديمقراطي ففي المجتمعات الصناعية الديمقراطية ستكثر الحاجة لاكتساب المواطنين لمعلومات عملية للعلوم بأنواعها تساعدهم على إدارة حياتهم اليومية أحد الباحثين بموضوع التعليم العلمي باسم جون ميلر سمى بحثه Civic Scientific Literacy أو المعرفة العلمية في المجتمع المدني هو المعرفة العلمية يقصد بها هنا أن يكون المواطن قادر على أكثر تقدير بأن يفهم الجزء الخاص بالعلوم في مجلة New York Times على مثلاً وليس المجلات العلمية التخصصية يعني يكون عنده قدر قليل من المعلومات العلمية بحيث يفهم العلم المطروح بشكله الشعبي أو أن يكون قادراً على متابعة الأفلام العلمية الوثائقية من موقع مثل نوفا مثلاً أي هي مجرد فهم عام يعني لأساسيات المواد العلمية تكفي لمتابعة المواضيع التي لها علاقة بعلوم اليوم في أحدث مسح لهذه الدراسة وجد ميلر بأن 28% فقط من الأمريكان استطاعوا تخطي عتبة أدنى مستوى للمعرفة العلمية المطلوبة لكن الخبر الجيد هو أن هذه القيمة أي 28% هي في تزايد عن القيمة السابقة المأخوذة في الثمانينات من القرن الماضي بمقدار 10% فميلر كان قد قام بعمل نفس المسح على مر عقود كثيرة وهذا أمر جيد لأنه يعطينا القدرة على أن نقوم بالمقارنة المباشرة بهذه الأمر قام على مر الزمن لكن مع ذلك يظل الرقم منخفض جدا أي هو تقريبا واحد من كل أربعة أمريكان هم المثقفين بالمبادئ الأولية الأساسية للمواد العلمية والأرقام أيضا أعلى بقليل في الولايات المتحدة عما هي بدول أوروبا واليابان واللي هم الدول الصناعية وهذا يعني بأن الأغلبية العظمى من البشر الذين يعيشون بالمجتمعات الصناعية ليس لديهم الحد الأدنى من المعلومات العلمية الأساسية الكافية للمشاركة في المواضيع العلمية المطروحة على الساحة أو حتى فهمها وهنا لا بد من أن نذكر بأن تقديرات ميلر أو هذا ما يقوله المؤلف تعتبر أعلى من أي مسح آخر تم على نفس الموضوع لمعرفة ما هو مستوى الأمية العلمية في المجتمع وبالطبع فالرقم الناتج يعتمد على أن تضع الخط الفاصل بين المعرفة العلمية وعدمها لكن أغلب المسوحات كانت على المعلومات بالمبادئ الأساسية للمواد العلمية وهناك أرقام مخيفة تقول بأنه حتى لا يزيد عن 5 أو 10% من الناس لديهم ثقافة علمية أما أغلبية البشر وخصوصا من الذين لا علاقة لوظائفهم بالعلوم فهم لم يصلوا للحد الأدنى من المعرفة الأساسية بالعلوم لكي يتخطوا اختبار الثقافة العلمية فما هو السبب يا ترى؟ يقترح الخبراء عدة أسباب احتمالية وكذلك يضعون حلول لكل احتمال لكي يزيلوا مشكلة الأمية العلمية بالمجتمع فمن الواضح بأننا بحاجة لتحسين نوعية التعليم بكل المستويات الدراسية وكذلك إعادة النظر في الكتب العلمية بالمناهج فكثير منها غالبا ما يكون غير جيد أحد هذه الدراسات بيّنت بأنه بإدخال المواد العلمية في منهج منهم ليسوا بالمجال العلمي يعني الأدبي في مستوى ما بعد التنوية له أثر عظيم على محو الأممية العلمية ويقول دكتور نوفيلا بأنه يجب أن نؤكد على هذه النقطة فإن كان التعليم العلمي عالي الجودة مخصص فقط لمن هم بالمجال العلمي فنحن سنستمر في مكان أكسر حيث تجد فقط الناس الذين يتخصصون بالمواد وبالمجالات العلمية يكون لديهم المبادئ العلمية الأساسية وكذلك يقترح دكتور نوفيلا تحسين الجودة العامة للنشر العلمي ويؤكد على أهمية الارتقاء بالحس العلمي في وسائل الأعلام العامة وكما رأينا في هذه المحاضرة حتى الآن فأغلبية الناس يتعلمون أغلب علومهم من الأعلام العام بعد انتهاء فترة التعليم الرسمي ومن كان بالسابق يقرأ هذه المواضيع العلمية بالمجالات التخصصية صار اليوم يقرأها بالإنترنت ولذا فمسؤولية الصحافة أو دور النشر الإلكترونية هي رفع جودة التقارير الصحفية العلمية لأن من خلال هذه المواقع يحصل الناس على أغلب معلوماتهم العلمية نحن نحيا في عالم يسود به العلم وبإزدياد ومع ذلك فأغلب الناس لا يملكون المبادع الأساسية بالعلوم نحن نحتاج أولاً لآليات التذكير النقدي ثانياً لمحو الأممية العلمية لكي نكون قادرين على التعامل مع العلم في حياتنا اليومية فكل المحورين أساسيين في تمكيننا من التعامل مع المعلومات العلمية التي تنهل علينا يومياً فآليات التذكير النقدي ومعرفة المبادع العلمية لا يمكن استبدال أحدها بالآخر فإن كنت تمتلك آليات التذكير النقدي لكنك أمي بالعلوم فلن يكون لك الأساس الذي تبني عليه تذكيرك النقدي وحتى من يعمل بوظيفة علمية ولديه تفاهم عميق بالعلوم أو حتى خبير في مجاله ولا يملك آليات التذكير النقدي ممكن أن يقع ضحية الكثير من الخدع والانحيازات الإدراكية التي قمنا بطرحها في هذا الكورس طبعاً هذا يفسر لنا لماذا بعض المتخصصين وفطاح العلوم والحاصلين على أعلى المراتب العلمية لا يملكون التذكير النقدي بالمواضيع الأخرى المحاضرة القادمة سوف نقوم بالتطرق لهذه الفكرة بصورة أعمق عندما نشرح طبيعة الخبرات نفسها وما هو وماذا نعني